اللي تخلي حركة النهضة يقوم بواجبها فيها البلاد واللي قبل كنا نتمنعوا خدمة البلاد اليوم عاية الديمقراطية إن شاء الله نجموا نخدموا البلاد وإن شاء الله الأحزاب نخليوا بعضنا نخدموا البلاد أنا يعني أحطار في سياسيين يجدون الوقت للاشتباكات السياسية التافة واختلي قضايا البلاد مكدسة تقتضي خلق الشركات وخلق الصدقات وغض الطرف على الأذى ما تردش على الأذى بالأذى لأن الأعمال التي تنتظرنا واللي هي من خلالها سيكون شرفنا نقول وجهنا كذا ملف وأنجزنا فيه وعملنا فيه تخلينا ما نخسروش وقتنا في هالأشياء الجانبية والله نشوف أنا حاب نحكي على حاجتين بقدر أنا من حي سيد عبدالتي في المكي كمسؤول سياسي عرف في تعامل مع العنظومة الطبية ويحسب له كذلك والتوينسة والبروس بلانسان جنرال هذي بقدر ما اليوم بدا يتيح في بعض الشعبويها وعلى بسكليتها وفي إذا تنزل وطني عم في سبور وليب السلويل وثبتها حتى سبور تعمل تعمل مصير فاتمان وغيره معناها يذر ونجم يكون أرقابا هذا لكن بقدر زيادة ما نتفهم عبدالتي في المكي اللي تم أبعده في حركة النهضة واللي قاعد يخف روشته عبدالتي في المكي كما عبدالحميد الزاسي بنسبة ليمهم أتسرعك يخرج وقالوا أحنا حركة هتبوا الدولة غانيمة وكل شي لكن عبدالتي في المكي ما تنساشي ما حبوش أحطوه في القائمة بتعتول قال نمشي للكيف وعنده فيها رفضوه غيره لكن الآن أنجح أنا نرى أنه المتمر الجاي كان بشي سير ماشي العبدالتي في المكي وماشي إلى جيل جديد لأنه راشي غانوش من عام 69 وهو شادل ثم ناس بيانسوير دايلين كما قال ميتيران قال جيبادة كورتيزان عنده بيلات ولا هو مهوش مالك يدلو بيقول وقد تشيد ناس شيخ وانتي وكل وكذا دونك المتمر جاي ودار عبر عليها هكالمرة حتى سامير ذيلو وقته قال المتمر جاي ونغلوش مبشي يكون عبادة خلت تشوف الحجاب الحاكمة وقته يتصير في أزمة تصدر أزمتها بالدولة وتصدر أزمتها للدولة وندخلو في مشاكل بعد تولي اتحار يصير مع حكومة وتولي كده كما حزب الحرب الدستوري بورقيبة محل حزب الحرب الدستوري عمال حزب استيراكي الدستوري ولا حزب عمر باستين دخلوا الناس الحبس حبيب عشور حتوف حبس الطلبة تشدوا عام 70 بورقيبة يفشل في متمر منستير واحد يترد أحمد المستير عمله شحاسي بن عمار يعملوا جمع المدياس يخرجوا من غاديك كيف كيف عام 81 عملوا ترجل بمتاع تفتح ثم يتسكروا من جديد يمشي النظام بكله انا الاوان وانو ناس كيوا عبليت في الماكي يقول لك انا جدا اخذيت ايروانش متاعي اعطت هالي الاقدار وانو اخذه اما انا ننصحه كان يجيك صحافي ويقول لك بربي شكرا سفيان شكرا لكل الفريق